مدفداب حمل الأوروبيين مسؤولية شح إمدادات الغاز مع رفض الاتحاد الأوروبي توريد التوربينات المطلوبة لصيانة خط أنبيب السيل الشمالي أو تشغيل خط السيل الشمالي 2 ورفض تزديد المستحقات بالروبل الروسي نحن لم نرفض أبدا توريد الغاز إلى أوروبا لقد قمنا ببناء خط أنبيب التيار الشمالي 2 وأوفينا بجميع التزاماتنا لكنهم من رفض وقالوا إنهم لا يحتاجون الغاز الروسي وإنهم لن يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا عندها قررنا أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هي استخدام الروبل كوسيلة للدفع أي أن هذه نتائج حرب العقوبات التي أطلقها الغرب نعم نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعارضة